أصدرت محكمة في القاهرة حكما يقضي بحبس نجم الكوميديا عاد الإمام ثلاثة أشهر مع الشغل وتسديد كفالة قدرها ألف جنيه بتهمة ازدراء في أعماله الفنية وجاء هذا الحكم بناء على البلاغ الذي تقدم به المحام السلفي عسران منصور واتهم فيه الزعيم بازدراء الدين والسهزاء بالجلباب والحجاب والنقاب في أعماله الفنية من بينها مصرحية الزعيم وأفلام مرجان أحمد مرجان والإرهابي حسن ومرقص وقال العاد الإمام من تدعيات تلك القضية مشيرا إلى أنه سبق أن تعرض لكثير منها طوال مشواره الفني على مدى ثلاثين سنة هو وكثير من الفنانين المصريين مثل كاتب وحيد حامد والمخرج نادر جلال وقال إمام أن الحكم كان غيابيا إلى أن محاميه قام باستئنافه لذا لن ينفذ وتحدد موعد لبدء نظر القضية أمام محكمة استئناف القاهرة في الثالث من أبريل المقبل وأشار إلى أن كثيرا من لجان حقوق الإنسان وكثيرا من الفنانين قاموا بالاتصال به للاطمئنان عليه وإعلان التضامن معه في مواجهة هذا الحكم هذا أول حكم يصدر بسجن فنان على خلفية أعماله منذ النجاح الكبير لإسلاميين في انتخابات مجلس الشعب إذ حصل الإخوان المسلمون على قربة 47% من المقاعد بينما فاز حزب نور السلفي بقربة 25% من المقاعد